الله أكبر الله أكبر تقدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد رسمياً الأربعاء بطلب ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن عشر من حزيران يونيو وصبق لأحمد نجاد القيام بخطوة مماثلة في دورة العام 2017 لكن مجلس الصيانة الدستور لم يصادق على ترشيحه وتستبعد وسائل علام إيرانية أن يختلف مصير هذا الترشح هذه المرة واتولى أحمد نجاد رئاسة الجمهورية لولايتين متتاليتين بين العام 2005 و2013 حين خلفه الرئيس الحالي حسن روحاني وأثارت إعادة انتخاب أحمد نجاد عام 2009 موجة احتجاجات واسعة على خلفية اتهامات بمخالفات انتخابية عدة استخدمت السلطات الشدة في قمعها ترجمة نانسي قنقر شكرا